بسم الله الرحمن الرحيم ثالثة الخمسة من واقع الحياة يتقاضى شخص 16 ريال عن كل ساعة عمل ويعمل في الأسبوع عددا من الساعات لا يقل عن 40 ولا يزيد عن 105 وتقاضى أجرا إضافية مقدرة 24 ريال عن كل ساعة عمل إضافية ويمكن حساب دخله الأسبوع مقابل X ساعة عمل بهذه الدالة Fx يساوي 640 زاعة 24 في X ناقص 40 طيب A هنا أثبت أن معكوس الدالة موجود ثم أوجدها طيب عشان نثبت أنه موجود نرسم الدالة بما أنها الدالة هنا X فقط إذن رح تكون مستقيم بهذا الشكل طيب عشان نتأكد أن هذه الدالة لها معكوس نختبر الخط الأفقي طيب هذه الرسمة إذا رسمنا خط أفقي راح يتقاطع عندها نقطة واحدة إذن يوجد لها معكوس طيب نوجد الآن المعكوس لكن قبل لا نوجد المعكوس نبسط هذه الدالة هذه معناتها F X يساوي 640 زائد الآن نضرب 24 في X 24 X 24 في سالب 40 يساوي سالب 960 طيب نجمع هذه الأعداد مع بعض 640 ناقص 960 يساوي سالب 320 إذن F X يساوي ناتب ال X أولا 24 X ناقص 320 طيب قصتنا الآن الدالة نوجد المعكوس بدل ال F X نضع Y ساوي 24 X ناقص 320 طيب الآن نبدل ال Y مكان ال X إذن راح تكون X يساوي 24 Y ناقص 320 طيب نوجد ال Y إذن ننقل الثالب 320 الطرف الثاني راح تكون X زائد 320 يساوي 24 Y طيب الآن نقسم على معامل ال Y هنا 24 هنا أيضا 24 طيب 24 بروح مع 24 يبقى ال Y يساوي ماذا X زائد 320 على 24 أخيرا أخيرا نبدل ال Y برمز معكوس الدالة يساوي ماذا X زائد 320 على 24 طيب من هذه الدالة نستنتج أن ال FX هي الدخل الأسبوعي بالرياء ويمكن ويمكن حساب دخل الأسبوعي بهذه الدالة مقابل X ساعة عمل إذن هذه الدالة معناتها الدخل الأسبوعي بالرياء الدخل الأسبوعي بالرياء أما قيمة X هذا تمثل ساعات العمل بالأسبوع إذن هذه تمثل ساعات العمل بالأسبوع طيب الحين سيكون العكس مع كوس الدالة سيساوي ساعات العمل بالأسبوع ساعات العمل بالأسبوع وقيمة X هنا تمثل ماذا الدخل الأسبوعي بالرياء الدخل الأسبوعي بالرياء طيب نأتي ب ماذا تمثل كل من X هو معكوس الدالة في الدالة العكسية طيب هذه الدالة العكسية اللي وجدناها قلنا أن X تمثل الدخل الأسبوعي بالرياء إذن X تمثل الدخل الأسبوعي بالرياء بالرياء و معكوس الدالة ماذا يمثل ساعات العمل بالأسبوع طيب مية وخمس ساعات إذن نقول لا يقول عن أربعين ولا يزيد عن مية وخمسين نمثلها بصولة رياضية رح تكون بهذا الشكل أربعين أصغر منه يساوي X أكبر منه يساوي مية وخمسة إذن مجال F يساوي من أربعين إلى مية وخمسة والمدى مدى الآن نعوض هذه القيم بنفس الدالة نقول هنا مثلا الدالة Fx يساوي أربعمية وستين زائد أربع وعشرين في X ناقص أربعين من أربعين رح يساوي ستمية وربعين زائد أربع وعشرين هنا بدأ نضع أربعين إذن أربعين ناقص أربعين يساوي صفر الآن ستمية وربعين زائد أربع وعشرين يساوي ستمية واربعين لماذا؟ لأن هذا يساوي صفر لأن صفر لضرب أربع وعشرين صفر إذن يبدأ ستمية وربعين و F مية وخمسة ساوي ستمية وربعين زائد أربع وعشرين بدأ بالإكس هنا نضع مية وخمسة هذه القيمة ناقص أربعين وهذا يساوي ألفين ومتين إذن إذن المدى من ستمية واربعين F أو أقول Y إلى ألفين ومتين إذن مدى F من ستمية وربعين إلى ألفين ومتين طيب هنا يقول ومجال الدالة العكسية أن وجد ووضح إجاباتك طيب مجال F هو مدى معكوس الدالة ومدى الدالة هو مجال معكوس الدالة إذن هذه مجال F X ومنفس الوقت هي مدى معكوس الدالة وهذه مدى الدالة ومنفس الوقت مجال معكوس الدالة وأخيرا دي أوجد عدد الساعات التي عملها الشخص في أسبوع كان دخله في 760 طيب الآن نأتي بالدالة التي تنتج عدد ساعات العمل بالأسبوع أي دالة طبعا هذه الدالة الساعات العمل بالأسبوع هذه الدالة X زاد 320 على 24 X زاد 320 على 24 قيمة X كم 760 إذن 760 زاد 320 على 24 وهذا يساوي نجمع ذولي إذن 1080 على 24 وعشرين ويساوي 45 إذن أي أن الشخص عمل 45 ساعة في الأسبوع ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي